نشرتنا الإخبارية متواصلة وفيها أيضا الوكيل الفني بحضر موت يوجه إدارة مؤسسة كهرباء الساحل بسرعة تجهيز محطة مدرية حجر وبدء تشغيلها مؤسسة حضر موت التوحد تحتفل باختتام الدبلوم التدريبي وتخرج دفعة من طلابها وعدد من الجمعيات السمكية بحضر موت تعترض على قرارات الوزارة وسط المحلية بمنع تصدير الأسماك إلى الخارج